في صرايا شعيب حست هويدة بالديل لما جه منتصف الليل وأسعد لسه مرجعش أو حتى كلمها يعتذر ويقول لها بوقت رجوعه بصت لسلسلة المفاتيح اللي بين إيديها واللي تخص أسعد بسبب استعجال ونسيها على الترابيزة قبل ما يمشي حست بغضب وهي بتفكر يترك المستعجل للدرجة دي ليه وكمان طول الوقت وعدم رجوعه خلها تحس بالمهانة رغم أنها في البداية تعمدت عدم الاتصال بيه من باب الدلال بس اتأخر الوقت والحد دلوقتي مظهرش ولا أظهر أي اهتمام بيها كأنه نسيها اتنفست بغضب وحسمت أمرها وقالت ما فيهاش حاجة يا هويدة اتنزلي واتصل انتي عليه وخلاص بالفعل اتصلت على موبايل أسعد وستنت الرد سواني وتفتح الاتصال وحاولت أنها تكلمه بدلال علشان ما تصرش انزعجه منها من البداية أسعد انت فين؟ قلقتني عليك يا حبيبي انزعج آصف من كلامها وقدت تليفون لسهيلة دي هويدة رضي عليها وقول لها أن بابا في المستشفى خدت سهيلة الموبايل وهويدة قالت بتزمر مش بترد علي يا حبيبي اتهكمت سهيلة باستهزاء فهي مسمعتش الكلمة دي من هويدة حتى لو حسام ابنها بس جاوبتها بهدوء عمه أسعد تصب رصاصة وهو في المستشفى يا هويدة انزعجت هويدة وقالت بخضة بتقولي ايه ومستشفى ايه؟ مستشفى هنا في القاهرة واتطمني حالته مش خطيرة قوي ازاي حالته مش خطيرة؟ قولي لي الحقيقة انتي أكيد بتجدبي علي بلعت سهيلة طريقة كلام هويدة الجفة وقالت بتأكيد هويدة انا مش بكذب عمه أسعد في العناية المركزة هبعتلك اسمه وعنوان المستشفى في رسالة قفلت سهيلة الموبايل بس لسه الظهور مسيطر عليها عقلها كان هيتجن يا طرق ايه اللي حصل وازاي حصل وليه حصل دلوقتي؟ بالتأكيد ده من سوق حظها لا سهيلة قالت ان حالته مش خطيرة اكيد اصابة عبرها قامت فجأة وحسمت قرارها انها هتروح تعرف حالته ايه بالزبط وماهتمتش للوقت المتأخر مع بداية الصباح فتحت سهيلة عنيها على صوت هويدة فن أسعد وقليلي حالته ايه بالزبط كمان أصف فتح عنيها على صوتها رغم انه ما كانش نايم بصي لهوايدة وقال لها والله اخر تطور قاله لنا الدكتور انه لسه تحت تأثير المخدر والحمد لله ما حصلش اي انتكاسات لحد دلوقتي معليش يا عروسة حظك بقى ملحقتيش تفرح بس الايام جاية ادعي ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة حست هويدة بالغز من نبرة استهزاء آصف وبصت ناحية سهيلة اللي حسها هي كمان بالأسف على هويدة وكمان بالكسوف من آصف بس هويدة حطتها في موقف مخزي قدامه بزواجها من والده رغم اعتراض والديها بس هويدة ماهتمتش بمشاعر حد كان يهمها مصلحتها وبس سألت سهيلة واضح ان جوزك بيه التاري قوليلي اسعد فين وإيه حالته بالزبط عم اسعد فقط العناية والدكتور محرج أي زيارات وبالعافية سمحولنا نقعد في الاستراحة اللي جنب قوض العناية قبل ما تتكلم هويدة دخلت عليهم شهيرة اللي بصت لهويدة باستحقار وظنت انها جاية مجاملة عشان خاطر سهيلة طبعا جاية عشان تجامل اختك هو اسعد يفكر ان ده افضل نسب هو نسبه لا يا حبيبتي انا جاية تطمن على اسعد جوزي اتصنمت شهيرة للحظات قبل ما تضحك بهستيريا جوزك الطبوح حلو من يوم فرح ايسر وانا لاحزت نظراتك لاسعد وكمان محاولاتك انك تجزيب انتباهه بس قلت واحدة عبيطة وحركتها مكشوفة قطعتها هويدة انت اللي عبيطة مش انا انا واسعد اتجوزنا مبارح واكيد هيوصلك اختار جوازنا حتى اسعد كان قال لي انه قبل اختار جوازنا هيوصلك اختار بورقة طلائك اصلي اسعد طلائك قبل ما يكتب كتابه علي انت بتخرفي بتقولي ايه قالتها شهيرة بزهول واكدتها لها هويدة ده اللي حصل يعني وجودك هنا ملوش اي صفة انا هنا زوجة اسعد لكن انتي ولا حاجة شهيرة عقلها كان هيشدت منها ازاي اسعد يعمل كده وافتكرت اخر شجار ليهم اول ما قال لها مفاجئتي ليكي هتبهرك ما انبهرتش لا دي زهلت وكان عقلها هيتجنت بس ما سبتش الفرصة لهوايدة انها تتشفى بيها دحكت وقالت بتعمد واضح ان الكل اللي هتخديه من اسعد هو لقب ارمالة قالت كده ورجعت للدحك بهستيريا كأن عقلها راح منها اما هويدة حصت بالقهر وكانت هتضرب شهيرة بس مسكت سهيلة قديها وقالت هويدة بلاش مشاكل احلى في مستشفى وهي بتستفزك اهدي الدكتور قال ان حالة عمه اسعد مش خطيرة مشيت شهيرة وهي بتقول باستهزاء الحمد لله ربنا عفاني من لقب ارمالة اسعد شعيب واضح انك اخر قيمت زوجاته كمل بيكي الاربعة قبل ما يموت اتغازت هويدة ودفعت سهيلة بغيزة عنها وقالت انا عاوز اشوف اسعد بسبب زقت هويدة لسهيلة رجعت بجسمها الورى وكانت هتفقد توازنها له لن اصف مسكها بسرعة وبلحفة ضمها لي ابتسمت له سهيلة بامتنان اما هو تنهد براحة وبص بعدها لهوايدة بغضب لكنها مهتمتش حتى من رد اصف احنا مش منعين دخولك عندك الدكتور روح يخد الازن منه توقف اصف عن الكلام وبص لسهيلة وقال انا تخنقت من قعدتنا هنا تعال نطلع الجنينة نشم هوا نضيف كانت سهيلة هتعترض بس جذبها اصف غصبه ومشي معاها مشي من المكان بينما بصت هويدة ليهم وهي حصة بالغيزة من اهتمام ما اصف المبالغ بسهيلة في نص النهار والشمس ما زالت لسه موجودة بس المكان كان مظلم كان فيه اتنين قاعدين مع بعض ومحد الشايف التاني كانوا قاعدين في غرفة مظلمة كانوا زي الديابة وميد عينهم الابيض بس هو اللي ظهر في الاوضة كان الكلام بصيغة امر رامز ورقة وانكشفت وقان الاوان قبل ما يبوح بالاصرار اللي يعرفها تتحرق الورقة دي رامز مش لازم تطلع عليه شمس بكرة التاني تكلم وقال المستشفى دي خاصة وفيها كاميرات في كل مكان كمان في حراسة من الشرطة على الاوضة اللي هو موجود فيها مش اول مرة تحصل دبر امرك وزي ما قلت رامز لازم حياته تنتهي قبل ما يفوق وقبل شمس بكرة هستنى خبر رامز فعلا مش اول مرة تحصل وتأكد ان رامز في تعداد الموت في المستشفى خرج الدكتور من قط العناية ورح لقاصف اللي وقف وهو وهو يدابلها فوسألوه من فضلك يا دكتور انا عاوز اتطمن على اسعد بصلها الدكتور الزيارة ممنوعة لكن احب اطمنكم ان حالة المريض اصبحت افضل رغم انه لسه تحت تأثير المخدر واول ما يفوقها يتنقل لغرفة عادية مسألة ساعات مش اكتر بس مرحلة الخطر انتهت والزيارة وقتها هيبقى مسموح بيها قال كده الدكتور ومشي بس هو ايدا حست بالغطب عقلها كان هيشدت منها رغم ان كلام الدكتور يطمت بالليل خرج كل من اصف وايسر ورا الدكتور اللي قال ليهم المريض مش واعي من تأثير المخدر احنا ادينا له مخدر بنحاول تخفيف القلم قبل ما استعيد واعي بحيث جسمه يكون استرد جزء من المقاومة كمان في شيء مهم لازم تعرفوه وده توقع مش مؤكد الرصاصة كانت في العمود الفقري واكيد واردي كلها تأثير على وظائف العمود الفقري سألوا ايسر مش فاهم قصدك يا دكتور يريد توضح يعني احتمال وارد تأثير الرصاصة على جسم المريض ممكن يأدي لشلل في حركته لحد دلوقتي مش واضح مدى تأثيره بعد ما يتعافى المريض ويفوق هنعرف مدى التأثير بالزبط زهل اصف وايسر بص ايسر لأصف وقال له انت هنا من مبارح ولازم ترتاح خد مراتك ونهبت مع بابا وفقوا ايسف ويدخل للقوضة مرة تانية بص على والده اللي كان لسه نايم كان حاسس بالشفقة مش شفقة بس لألواة قلب لللي قصله لو صادق توقع الطبيب هيزعل قوي عليه بص ناحية سهيلة هي فين هويدة؟ هويدة بتتعب من المستشفيات مرعتها ضعيفة وسهلة تلقت اي عدوة يعني قلت لها بلاش تفضل في المستشفى وهي بصعوبة وفقت تمشي تهكم اصف بجواه لو كانت والدته مكانها ما كانتش سابت المكان حتى لو قعدت مريدة جنبه على السرير ابتسم بإيماء وقال لها تمام يلا بينا احلى كمان الدكتور سمح بمرافق واحد وايصر هو اللي هيبت مع بابا وفقته سهيلة ومشيت معاه في شقة اصف دخلت سهيلة الاول واصف وراها جت شكرا بلهفة بعد ما سمعت صوت فتحبة بالشقة عشان تطمن على اصف وكمان صفوانا وقفوا اللي تنين للحظة وابتسموا لسهيلة اللي حست بالخزي من نظراتهم بس شكرا فتحت ايديها بترحيب وقالت بعتاب وحشتيني وزعلانة منك بقى كده ما تتصلش تطمني علي الفترة اللي فاتت دي كلها ابتسمت سهيلة وتوجهت ليها وحضنتها حقك علي انا قطعتها صفوانا وقالت بلاش العتاب بلاش العتاب يا شكرا المهم ان سهيلة رجعت تاني تنور الشقة هزت شكرا راسها بابتسامة ضمتها وهي بتبص ناحية اصف اللي رغم ما لمحه اللي بين عليها الدي بس يبدو انه هادي ومرتاح بصت له وقالت يلا بقى اغيروا هدومكم على منا وصفوانا نحضر لكم العشن ابتسم اصف فعلا احنا جعانين جدا ابتسمت لهم صفوانا على ما تغير هدومك انت وسهيلة هيكون العشة جاهز زي ما يكون شكرا قلبها حاسس برجوع سهيلة وقالت لي نطبخ الطبيخ اللي سهيلة كانت بتحبه بصت سهيلة لشكران وابتسمت من غير كلام وراحت ناحية قضيتها وكمان اصف بصت لهم شكران وصفوانا كل واحد فيهم رح قضته ابتسمت شكران وقالت بيقين قبل اخر الليل اللي اتنين هيناموا مع بعض في قضة واحدة ابتسمت صفوانا وقالت انا كمان حسب كده في صرايا شعيب دخلت هويدة اللي امرت السواق ان يجيبها هنا لغرض معين في رأسها طول الطريق بيدور في عقله بعد ما سمعت كلام اصف وايصر مع الدكتور وعرفت ان اسعد ممكن يبقى مشلول كانت حسة بخسارة غمرت كتير واول ما وصلت هل هتوصل لصراب كمان كلام شهيرة اششامت فيها بصت ناحية الخزنة لابد ان فيها كل المستندات والاوراق اللي بيمتلكها اسعد لابد انها تعرف كل شيء بصت على المفاتيح شافت مفتح يشبه مفاتيح الخزن حطته وفتحت الخزنة بسهولة جابت الاوراق وحطتها على المكتب لفت نظرها ملف يبدو انه قديم بحطت اسفل الملفات جابته هو كمان وكانت هتحطه على المكتب بس وقع غصب عنها من ايديها واتبعصرت بعض الاوراق منه انحنت وجمعتها واستقامت بس لفت نظرها الصورة اللي بين الاوراق بصت لها بتامعن وقالت بهمس الصورة انا شفتها قبل كده عند بابا في ألبوم الصور وقالولي دي صورتي مع عمتي ابتهال يا ترى اللي جابها هنا بصت ورا الصورة وزهلت اول مقارة الكلمات المكتوبة صورتي مع بنتنا يا حبيبي زهل عقل هويدة ودورت بين بقية الملفات لقيت ورقة وقرأت نصها اللي كان ليها بمثابة فقدان للعقل ده اعتراف ببنوة هويدة اللي أحد أفراد عائلة شعيب مش بس كده فيه اعتراف بزواج عرفيا من عمتها ابتهال فكري شعيب في المستشفى بالليل فجأة انقطع النور للحظات قبل ما يرجع على الفور كان زي الصقر بيرائب استغل هدوء المكان وحط حاجة على وشه تخفي معالمه مش باين منه غير عينيه وقف قدام القوضة اعترضوا الضابط اللي كان واقف على الباب رفع الأدوية اللي بأيديه وقال له ده معادل علاج بتاع المريض قال له الشرطي بأمر طب شل الكمامة اللي على وشك دي عاوز أشوف وشك وكمان هويتك الطبية تمام سواني في نفس اللحظة قبل ما يشيل الكمامة من على وشه حط ايده في جيبه اعتقد الشرطي ان هيطلع هويته بس خرق قانينة صغيرة للغاية رفعها في وش الشرطي ويطلع منها رزاز على وشه خلاه زي المغيب رغم النعنين فتحها ابتسم أول ما راح لباب القوضة وملقاش اعتراض من الشرطي دخل القوضة وبص بجميع جوانبها ملقاش كاميرات مرأبة اتنهد بارتياح وراح على السرير وبص على رامز الممدد كانت ملامح ويبدو عليها أصر عراق مهتمش وقتها وراح نحيط القانينة البلاستيكية المعلقة على حامل خاص وحط العلاجة على مخدة جنب السرير وخرج سرينجة كبيرة من جيبه وقم بوضعها بذلك المحلول سحب جزء قليل منه وجاب السرينجة ومال باقي السرينجة بالهواء وخلطها بقانينة المحلول المعلقة وفضل للحظة لحد ما تأكد ان الهواء اختلط بالمحلول الطبي ومشي زي ما دخل بدون اعتراض من الشرطي ما هي إلا لحظات لحد ما سمع صوت صفير عالي للأجهزة الطبية الموصولة بجسم رامز بيعلن ان نهايته خلاص بقى ميت بدون قصار تشك بان موته مفتعل باول الليل في شقة قاصف راح قدت سهيلة وقعد جنبها على السرير محتاج نم في حضنك يا سهيلة ابتسمت له وبتلقائية منها لفت ايديها حوالين وسطه احتوته في حضنها بقبول وانشرح انشرح قلب قاصف وضمها لحد ما راحه في النوم تاني يوم صحيت من النوم وقالت صباح الخير فتح عينيه وبعد عنها شوية وهو بيقول صباح النور اكيد كنت تقيل على صدرك ومعرفتش تنامي رفعت ايديها وحطتها على رأسه وقالت برومانسية بالعكس انا نمت كويس وانت ما كنتش تقيل ولا حاجة بص نحية الباب ونفخ في نفسه لازم نشوف حل الباب القوضة الموارب ده اعتقد ان الاواني تقفل علينا هزت رأسها بابتسامة وهي بتقول بس انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقة تعرف ان دي الحاجة الوحيدة اللي ما عرفش سببها وانت تعرف عني كل حاجة بص نحية الباب اول ما سمع صوت برا اطماني متأكد لا ماما ولا صفوانا هيقربوا نحية القوضة دي انا هكلم مهندس ديكور انا الاواني ان احنا نفتح القوضين على بعض ابتسمت سهيلة بكسوف وقال ااصف سهيلة ايه رأيك نسافر كم يوم نغير جو هنروح فين رجع براس الوراء ويفكر وبعدين ابتسم بصت لباسمته بسؤال بتضحك على ايه مش لازم اعرف هنروح فين كمان لازم اقدم على اجازة من شغلي في المستشفى اجازة المستشفى سهلة بمكالمة تليفون بكرة الصبح هنروح المستشفى نتطمن على بابا وبعدها هقولك هنروح فين اتنهدت سهيلة باستسلام وقالت تمام بصراحة بعد اللي مرنا به الفترة اللي فاتت دي فعلا محتاجة اجازة كم يوم افصل بيها ابتسم اصف وهو بيضمها بين ايديك وقال لها بتلميح انت فعلا محتاجة فترة نقاها لان الاجهاد ليكي مش كويس ما فهمتش سهيلة تلميحه اصف في حاجة كنت عاوزة اقولك عليها مش عارفة هتصدقني ولا لا ترجمة نانسي قنقر